طيب في خلال 18 يوم يعني ابتداء من بكرة 1 مارس لغاية 18 مارس اظن دول 18 يوم مقفولين الاهلة يلعب 6 متشاط يعني كل 3 يام مباراة بشكل ثابت يعني بكرة 1 مارس الاهل وفاركو 5 مارس الاهل والمريخ 8 مارس الاهل وبيرامدز 11 او 12 مارس ساندونز بره هي دي المشكلة المصري بالسلوم في كاس مصر 11 او 12 مارس 14 او 15 مارس ثم المريخ السوداني 18 او 19 مارس انت بتتكلم في 18 يوم بالزبط 6 مباريات منهم ماتش في جنوب افريقيا منهم ماتش في قدنى اطراف القرى يعني عشان كده مهم جدا نقولكو الوضع دلوقتي ماشي ازاي المجموعة الاولى مجموعة الاهلي الاهلي خسر من ساندونز 1 صف والمريخ كسب الهلال 2 واحد المريخ بيلعب في القاهرة ملعبه اصبح الترتيب ساندونز 7 نقاط المريخ 4 الاهلي نقطة والهلال نقطة الاهلي نقطة والهلال نقطة الاهلي لسه ليه مباراة مع المريخ الاهلي نقطة من مباراتين لسه ليه مباراة مع المريخ يوم 5 مارس والمريخ 4 نقاط ايضا لهم مباراة الاهلي جولة جاية بقى الجولة الرابعة ساندونز والاهلي يوم 12 مارس والهلال والمريخ في السودان بقى يعني المريخ هيسافر المقيم هنا في القاهرة هيسافر للسوداني السوداني لعب الهلال المجموعة التانية ده آخر مباراة سيد زبرائي هتوب آخر مباراة للمريخ والهلال هم تعدوا هنا في القاهرة المريخ كسب هتوب آخر مباراة ده الجولة الجاية يوم 11 مارس يعني المريخ والهلال حيلعبوا الجولة الجولة اللي فاتت كان المريخ هو اللي كسب الهلال لتنين واحد المجموعة التانية الرجاء المغربي كسب حوريا الغيني واحد سفر وامازولو كسب اسطيف واحد سفر بقى الترتيب في المجموعة دي الرجاء المغربي الاول وامازولو امازولو التاني ست ناط واسطيف تلاتة وحوريا سفر في الجولة الجاية حوريا مع الرجاء واسطيف مع امازولو جولة او المجموعة التالتة الترجل تونس تعادل مع النجم في القمة التونسية صفر صفر وجالكسي خسر من شباب بلوزداد الجزائري اتنين واحد بقت الترتيب التراجي وبلوزداد كل واحد عنده خمسة والنجم السحيلي عنده تلاتة وجالكسي عنده نقطة جولة المجموعة الرابعة زمالك خسر من الوداد في المغرب تلاتة واحد وسجرادة بترو أتليتكو كسب سجرادة واحد صفر أصبح الترتيب بترو أتليتكو سبعة والوداد ستة والزمالك نقطتين وسجرادة نقطة واحدة ولعبين عدد متساوي المتساوي كلهم المجموعة الوحيدة اللي فيها مطشة أجل مطشة أهل والمريخ الجولة الرابعة زمالك هيستضيف الوداد يوم 11 مارس وبيترو أتليتكو هيلعب مع سجرادة القمة الأنجولية ده وضع المجموعات الأربعة ترجمة نانسي قنقر